اشتركوا في القناة وضغط من زملائي وقع الاتفاق على حضور عدد من المحامين مع زياد دون التنصيص على ذلك في المحضر واحنا اقبلنا الحضور بهذا الشكل لانه في المحضر ما فماشي اثر اللي احنا محامين احضرنا لكن اقبلنا باش المثلو انسوتيا مورال لزياد باش حتى نخاف ان توقع عليه ضغوطات من قضي التحقيق او من واحد اخر او من اي جيه اخرى ودخل اليوم واعطاه تصريحات خطيرة وخطيرة جدا وسمى اسمان متع الناس لهم مواقع مختلفة في احزاب وفي هياكل الزهوة الدولة وطلب من سيد قاضي التحقيق سمح زياد اعطاه تصريحات وسمى اشخاص انا ملجمش اعطيكم التفاصيل ملجمش يسمي الاشخاص هذا لان اولا مهوش خوفا من العقاب بل لسرية البحث والسرية التحقيق اذا ما احنا نتحفظه على المعلومات اثناء اتمام اجراءات استنطاقه فوجئنا كليسان دفاع اللي فهم اعوان امن قدام مكتب قابل التحقيق اعوان امن بازاي المدني بازاي الرسم بازاي المدني بازاي رسمية فوجئنا ليش مسألة غريبة مسألة غريبة لانا قادر التحقيق بصدد الاستماع الى شهد موش بصدد الاستماع الى متهم يخاف عليه لا يهرب ولا يفلط ولا عنده قضية اخرى ولا موضوع تفتيش في طارسة مع شهد فقطلو تفضل لباش فمها الحضور الامنية قال لي راهو السيدو كيل جامورية سيدو كيل جامورية يحب يسمعو في مكتبو وانا جيت رئيس الملك الشرطة بالمحكمة قال انا جيت باش نهزو لكيل جامورية فقطلو ديما يعملوا المشاكل يحطوكم انتم اعوان الامن في الوجه مرة تواجهوا في المواطنين مرة تواجهوا في المحامين مرة تواجهوا في الأطباء ديما يحطوكم في الوجه المشكل اللي زياد الهاني هذا صحفي عنده عنوان هاويته معروفة مقر عمل بتاعه معروف اني يبرع الممية توجد تستدعاء تستدعاء وعندها وسائل المادية بيش تبلغوا للستدعاء وينفل زياد امامها بعد استدعاءه موهوش من خروجه من المكتب قاضي التحقيق سمح لي كنا عنده وكيل جمهورية توا جوست تحب شي معلومة معناه بقيتك كامل اللي عندي هنا طبع معلوموها الفاب وفعلا انتم البرة معتها كان حضور امني كثيف ومتوتر وكأنهم بشيقبضوا على مجرم ختيب وتأكدنا اللي هوا فعلا زياد كان كيبش يخرج بشاقة بيقافوا وزيد بعض الاخبار تقول عناصر من القوات او فرقة مكافحة الارهاب قاعدة منتشرة حول المكتب وحول المحل بشيق رئيس المركز الى وكيل جمهورية وقالوا رائوا المحامين رفضين مشتسمع محامين زملاء حتى هو رئيس المركز بخوية بشيق 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 وقالوا راهوا المحامين راضين هذا الشكل وطالبين ملكم احترام القانون واستدعاء زياد حسب الإجليات القانونية ويمفل زيادة ماما النياب العمومي وهذا الوقاع وجه رئيس المركز قال احنا مليش فاسمعوه وكيل الجمهورية تراجع القرار يكان اتخذوه مش تجيبوهن لكن رغب هذا احنا كم محمين ونعرفوهم ويعرفونا عدنا تفل فيها خايفين على زياد على ذاك زياد خرجناه محمي بالمحمين وبعد ذاك محمي بالصحافين وجينا حتى الهنا وغنينا حماية الحماية وشكرا المعلومة هو انو مشينا وكيل الجمهورية وقال الوقاع السوطة فام معتناش امر معناه باش يجيبوه سي سي بوسيبل يجيبوهن باش نسمعوه قلنا له احنا من المستحسن ولا معناه استرام الاجراءات وقانونا انو انتوما تطلعوا على المحظر وكان فما معناه حاجة متع اثار الدعوة تطلعوا له استدعاء قانوني وكذا ويحد يكون قال الله يبارك ومحلش نسمعوه تواه وكهر هذا معناه بالله اذا كانت تسمحوا اولا ساعنا نحب نعبركم عن مدى شعوري بالشرف والفخر وانا موجود هنا في مكتبة المحامين وبين المحامين المهنة هذه اللي تعتبر من اكبر القلاع للدفاع عن الحق والعدل والحرية في بلادنا وانا والدي راهو محامي والدي زميق وساد عبد الحمان الهاني الحاجة الثانية نحب نتواجه بكل امتنان والتقدير والشغل السادة المحامين اللي كان في انفسهم واتفضلهم بتشريفي بالوقوفي لجانبي وكذلك نزوم بلاقي الصحفيين وانا طوف اللحظة هذية او باش نقولكم بكل صراحة وقت اللي اجاوب بشي هزوني كنت معناها وقت اللي كانوا طالبيني وكنت بالحس البراء كنت بتقلق على حاجة بركة انه يدخلوا يهزوني قبل ما نوقع المحضر لكن بعد ما وقعت المحضر انت بني شعور كبير بالارتياح لاني قديت واجبي مش لصحوه في بركة وانما كمواطن معي بشي هزوني وان شاء الله رب يحفظ تونس ويحميها يا حماية الحماية هلموا هلموا لمشد الزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء نموتوا نموتوا ورحيا الوطن فالشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القرار ولابد للليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينتسار حماية الحماية يا حماية الحماية هالأمو هالأمو لمشد الزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء نموتوا نموتوا ورحيا الوطن فلا عشقيتوا في سنخالها ولا عش من ليس من جندها نموتوا ونحيا على عردها حياة الكرام وموت العظام حماية الحماية يا حماية الحماية هالأمو والأمو لمشد الزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء نموتوا نموتوا ورحيا الوطن باش تقول الزملاء اراهي اليوم المعركة هي معت زوز فازوز بالسويان معركة شرعية ومعركة ذكاة ذكاة احنا اليوم الشهيد شكري ماناش باش يتوهونا في متهاد امتاع برا حوما اللي اطلق الرصاصة احنا ماناش اغبيات المعركة معركة الذكاة بيننا وبين الخلاق التي تحكم الآن هادي معركة الذكاة احنا ماناش بسؤولين على شكون الرصاصة لخارزة نحنا باش نشدوا طريق بحث لزيتينينار شكون من وظف المجرم هذا البحث الاول متاعنا الحاجة الثانية المشروعية ماناش باش نطيحوا في الشكليات الفارغة متاع الفصل الفلاني والناس الفلاني والبركين الفلاني عرفتوش علياش لعنى المشروعية حتى بمفهوم القانون الصحيح ومفهوم الدول اللي تحترم روحها ومفهوم الصلاة اللي تحترم روحها هؤماء شرعيتهم سقطت ولا يمكنوا حاكموننا اليوم على الخصوص وعلى الخواصل نحن 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 شرعية هذا الشعب والمحاليكين معتاع شكري والشاهيد شكري اعتادموا والمحامين كانوا الهوائل ومستعدين باش يقتلوا سنستمروا المعركة الثانية من الثورة المعركة الثانية لمعهد ستة فيتري الفعتاش واليوم نحن في المعهد الجديدة المعهد ستة فيتري للثورة يا صنعكم اليوم 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 يا مهامين يا ساحرة يا موتين حديث يا شمالك مدايب مش عرفة جديد شكري بالعين مهوش ملاك لانهوه التعطرقها اعلى مين وسبقها لانهوه راهو المشتمع المجتمع برمدي مواطرين كل الالفيهات السحن ويجعوه ويجعوه اليوم امه مهوش مصموه موصلين الى محابين وبنى الصحابيين وغيرهم ماش ننخلطوا فيه مصار قاعدين يعملوا فيه ويأذلوا فيه ماش نمشيوا فيه هدايا لا مازل ماش تحقيقات الان مازل ماش عدلة مازل ما عندها شيء بالتالي راهوا الدور هدايا موقول فيه للمحامين وللسه حابة حرة لسه حابة حرة مش اي صحابة تجيب دخل حنفة بالملفة ذايا استحابيين المعلومين بالدفاع الى جارب شغل بالعين والى جارب الرفاق شغل بالعين فيهم اللي حاضر معنا اليوم فيهم نقيب السابق اللي وقاع عليه الانخلاف وفيه فامتي المنجل خضراوي وفيه استحابي القرين هدوما اخواتنا في طارنا ما عندناش معهم احسبان وهوما بدورهم من جانبهم باش يساهموا في التحقيقات الوجه للتحقيقات جدية تكفافة محايدة وموضوعها لكشف عن عصابة الاجرام اللي يرعاها السلطة الخاينة العميلة واحد هدايا مش يوريكم اليوم البداية انه هدايا تروش المدعو تروش هذا السلامحي هذا المدعو تروش هدايا هو اليوم يوجه في الاعلام ويتكلم وقاعد الاجرامات يكون تعادي فيه ويتلافز يقوله فضله شوفوا اليوم شوفوا اليوم جانب الشروع اقبل ما يقع السماعة سيادة الهاني قسم على الاس اقبل ما يقع السماعة سيادة الهاني قابل تضارب في تطريحات الشهود ايه شهود حضروا عندنا بتحقيقات وايه تضارب ومن نحضر مع الشهود وما تعدل بشهادته بالتالي يجب أن نكون وعيد واتجهيل في نفس الوقت وأن المسار الذي يريدون به تعويب الملف وإدارة إجراءاته ودالهية الرأي العام ودالهية الرأي العام والكذب والكذب العلني يجب نقفل ونصدوله بالتالي نحنا ما عداش مكلم على سعادة الهانة إذا كان مش سهب فيه ابراز طورها الوطني طورها الحسيني فيه كشف أعطاها في الجاربة وإذا تخذها بداية ما تخطف ونصدوله بالنفذ خضية دوعين من شاهد ثم شاهد عيان وثم شاهد سباعة هو نداوله كشاهد سباعة أشكالية لأول رقابة مع السيد قضي التحقيق قال لا يحضروا مع المحامين لأن المحامين حضروا معنا رسم وبالتالي طالبه ودخله للمكتبة المحامين قال المحامين لا نحضر حضروا المحامين بدون أن يدخلوا وزياد قال كلامه بكل ثراحه قدام السيد قضي التحقيق ولكن عندما يقوم بكتابه أعوان أمن وزياد جاءوا جميعا من فرقة مقاومة الإرهاب والمحامين سألوهم قالوا ما تحبوا وقالوا لهم سيد وكل جمهورية وقالوا لهم وقالوا لهم ونهزوا زياد الهاني يحب أن يسمعوا الزبلاء المحامين وصحفين قالوا لا هذا زياد رفعين شعار حماية الحماية ودخلوه للمكتبة المحامين وقالوا لهم وقالوا لهم قالوا زياد مهناء وغنوا لهم صحفت وما هكذا 佐ية الدمارة وقالوا لهم وقد هتوا اbr양د وزياد لأنه سلية التحقيق حتى حتى ما نجم يدخل فيها زميل زياد قال كلام قدام سيد القاضي التحقيق وعطى أسماء وعطى أسماء وعطى مسؤولين في أحزاب وفي هيئات موجودة خائمة في الدولة وغير لكن سلية التحقيق أنا شكت ما كنت حاضر في التحقيق وبالتالي أجل وكذلك زميل زياد ومتعاهد كذلك بسلية التحقيق وما نجمشه لأنه يعاقب عليهم القانوني إذا كان سلية التحقيق لحدين ما تمشي استدعاي أما طبع عديد الناس بدينا في تدعام من عرش لحدين ما تمشي استدعاي